السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم من راضي في موضوع اه ناس كتير طلبته. اه لو هو اه يخص الجيربوكس. الجيربوكس يعني صندوق تروس او بعض الناس بتسميه مخفط سرعة اه او مزود عزم. على فكرة كلها مسامات لنفس الشيء. احنا بنستخدم التروس دايما علشان لو انا عندي سرعة قليلة عايز ازودها او سرعة كبيرة عايز اقللها. عندي عزم قليل عايز اكبره. عندي عزم كبير عايز اقلله. طيب. احنا هنتكلم في بعض الحاجات البسيطة الاول. اللي بنلاقيها دايما مكتوبة على الجيربوكس او تخص الجيربوكس. الاوة هي اول حاجة الباور او القدرة او الاستطاعة. بنقسها بالواط او الكيلو واط او الحصان. فدايما الناس تقول لك الجيربوكس ده كام كيلو واط او كام حصان. طيب. السرعة سرعة دوران الجيربوكس ده. وبيبقى دايما الجيربوكس ليه سرعتين. سرعة الدخول اللي هي بندخلها له سواء كبيرة وعايز اصغرها في الخروج او صغيرة وعايز اكبرها في الخروج. يبقى سرعة دخول وسرعة خروج. والسرعة دايما بنقسها او لفة في الدقيقة. يبقى دايما بنقول ايه? لفة في الدقيقة. عمود الدخول بيدينا كام لفة في الدقيقة. عمود الخروج بيدينا كام لفة في الدقيقة. الجير ريشيو او الريشيو بيختصر دايما احيانا بالريشيو اللي هو معدل التخفيض. يعني انا هدخل كام لفة فيطلعوا يقلوا يبقوا كام? النسبة هنا فين? او العكس. وده ملهاش وحدة ليه? لان انا في الاخر بقسم اه سرعة بلفة الدقيقة على سواء الدخول. والخروج سرعة لفة الدقيقة. فلفة الدقيقة تطير مع لفة في الدقيقة يشيلوا بعض يبقى فضل لنا رقم على رقم يبقى ملوش وحدة. العزم. دايما العزم هو عكس السرعة. لو زودت السرعة العزم يقل. لو قللت السرعة العزم يزيد. طب بنقيس العزم بالايه? بالنيوتن في المتر. بالنيوتن في المتر. وهنعرفها ليه بعد جدا. طيبه. ايه. اول حاجه اللي هي بتهتم بيها في الجيربوكس. من غير ما تخشوا جواهه من غير ما تشوفوا اصلا من جواه. تفاصيل وايه? هي الديمبلت. الديمبلت هي البطائقة الشخصية. او بطاقة التعريف بتاعة الجيربوكس. بطاقة التعريف بتاعة الجيربوكس. تعالي نشوف ادي جيربوكس اهو. ما نعرفش حاجة جواه اصلا. عليه بطاقة. البطاقة دي هي كل معلوماته تقريبا. ولو انا هطلب واحد زيه من حد هتديه مجرد ما تديه له اللوحة دي يقدر يعرفه. سواء المورد بتاعه او مورد تاني. طيب. في عندنا نوعين من مشهورين قوي. او شكلين. زي الاولاني ده. اللي هو عمود دخول وعمود خروج. ما فيش مطور. المطور بيجي لوحده. او جيرد موتور. جيرد موتور يعني المطور بيبقى حتى من جيربوكس نفسه. الاتنين بيبقى قطعة فضاعة. طيب ايه الفرق? ده برضو. وده فيه اختلاف بسيط منهم اه في. طيب. هنلاحز ان الجيرد موتور غالبا بيبقى ليه اتنين واحدة للجيربوكس واحدة للمطور نفسه لان دخل عندي مكون جديد الا وهو المطور. طيب اللي قدامنا ده جير بوكس. جير يعني تروس وبوكس شوية تروس جمعناهم في علبة وقفلنا عليهم جوه. هنلاقيه عمود دخول. وعمود خروج. وده منطقي طبعا. اه بس فين المطور? لا مش لقينه. فعلشان اركب مطور لازم اوصله. اوصله بايه بقى? يبقى لازم يبقى عندي كوبلن. يبقى لو عندي اهو. ادي كوبلن مطور وكوبلن وبعدين دخلنا على عمود الدخول وعمود الخروج بكوبلن برضو. يبقى جير بوكس وهو واحدة منفصلة بحط عليها مطور قبلها واي شيء بعدها بيحتاج كوبلن على الدخول وكوبلن على الخروج. طيب اهو نفس الشيء. متفقين? يبقى ده جير بوكس اقدر اشتريه من اي مكان لوحده. مش مرتبط بالمطور. ايه بقى الننبلت بتاعته? ناخد مثال. ادي من كمثال. اول حاجة ده اسم الشركة المصنعة لي وهنلاقي دايما دايما يحط لك اسم الشركة وعنوانها وبلدها. بعد كده نبحث بعد المسميات. الجير طيب. الجير طيب ده هو الموديل بتاع المطور. اه الموديل بتاع الجير بوكس فين في الشركة دي. خلي بالنا ان كل شركة بتنتج مجموعة موديلات. الموديل ده ممكن يبقى موجود في شركة تانية. لكن باسم تاني ورموز تانية. لكن الموديل ده في الشركة دي بيبقى اسمه كده. اللي هو بي اس سي الف ربماوس تمانية واربعين على ستين. طيب. ويهي كمان? سانة التصنيع بتاعته. اتصنع سانات كام? السريال نمبر. السريال نمبر يعني ايه? الشركة دي هو الرقم التسلسلي للجير بوكس. الشركة دي انتجت الف جير بوكس من النوع ده. من الطيب ده. وباعتهم في العالم. طيب. لما تيجي حضرتك تخطبها على الجير بوكس بتاعك تحديدا. اه ده الرقم القوم بتاعه. اللي هو ايه? السريال نمبر. الباور ريتنج او الباور للسائلين تمنمية كيلو واط. يبقى الباور ده هو قدرة او استطاعة الجير بوكس. اللي هو احيانا بنظم لها بالرمز ان واحد على ان اتنين او ان اتنين على ان واحد. الجير بوكس ده بيدخلوا الف تمنمية. وعشر اربي ام. ده سرعة الدخول. والخروج بتاعته اتنين وعشرين. بوينت اتنين واحد ارب ام. يبقى بيدخلوا الف تمنمية وعشرة لفة بيخرجوا اتنين وعشرين. بوينت اتنين واحد لفة. الخروج على الدخول. يبقى نيجي نقسم. الرقم ده على بعضه. يطلع الرقم اللي تحت. الجير ريشيو. بنسميك ريشيو او اي احيانا على بعض الناس كانت بينه كلمة ايه 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 اللي هو الاوتبوت على الايمبوت. ايه ده بقى? بيقول لك ان كل لفة. اهو. كل لفة في الخروج محتاجة انه يلف واحد وتمانين لفة وتقريبا ونص في الدخول. يبقى ايه? يبقى لازم يلف واحد وتمانين لفة ونص في الدخول عشان يطلع لي لفة واحدة في الخروج اللي هي واحد الى تمانية واحد بوينت اربعة تسعة واحد. بعد كده نوع الزيت اللي راكب جوه. بيقول لك ده نوع الزيت. ممكن احيانا يكتب نوع زيت واحد واحيانا يكتب مواصفة زيت واحيانا يكتب مجموعة زيوت من مجموعة شركات. كمية الزيت كام? بيقول لك حتحط لي كمية زيت متلت يكون بتاعتهم تلتمية وعشرين. يعني بتاعته تبقى للسطندر العالمي. يبقى زيت بنسميه زيت تلتمية وعشرين. هل هو كده حدد? شركة معينة? لأ ما حددش شركة معينة.